السلام عليكم معكم أسامة باجل المناجر شكرا أخويا مراد على هذه الاستضافة هذه وشكرا لقناة ألوانكم وابن مدينة سالة وتحياتي لجميع المتبعين ديولي وكن شكرك أخويا مراد على هذه الحسن الاستقبال وحسن الاستضافة شكرا لك أخويا مراد واخر هذه الاستضافة ديالناليك جاتش واحد ايطار ديالحق الرد تبدأ للموضوع ديالدوني وإحساس نعم غلما تبدأ لهم شنو القيصة شنو واقع اللي واقع هو أنني هاد الناس هدوكت كان عارفهم كيوتيوبر بحال جميع الناس كنت ديجا كنت تبعهم مش حاله دي مدى بمقاش كنت تبعهم واحد ناري سنة في الرباط كانت سارة حتى تلاقي سنة وإحساس تلاقينا صدفات سلم عليها سلمت عليه عارفني بأنني ماناجر حد ديجا كنت يشوفني مع الفنانة والزاودي ناس اللي خدمت معهم تلاقينا نوية قل لي را دوني يا را تسغني ما كان هناشا أخويا سخدمنا وديرنا راحنا يا أخويا غير قاسي عندي واحد ناس في الدار وعارف هادي وعارف هادي القيصة دياله قلت له خماشي مشكل خديت الرقم دياله وخده الرقم ديالي بشافي حالسه وققنا على التواصل تخلاص عندي دوني قلت لي يا أخويا أسما آه نخدم في كاباري خرشها واحد ثلثية كنسي فيها كنجرب كنديل قلت السيدة ماشي فنانة بعيدة على الدومين ديال الفنان لا يعمل بأنك يدلك فيش ويغني على الأغنية دياله وفي الميكرو وقداموا الناس في المحل وذاك الشيء وهادي كنسي عرف سيرتهم مجي خدمها؟ بالعصير في دياله هي فمها بالعصير في دياله هي فمها بالعصير في فمها لا ما شي مو أغنية سمح لي يا أخويا مرة نتحدها بأنها مو أغنية أنا ما كن كتب عليها ما كنسي علمها ما شي مو أغنية هو أننا كنا مريحين في الكاباري وكان حاتيم وذ ماليكا اللي كان قدموا للتحية من هذا المينبار هذا وقلت له أخويا حاتيم رسيدة هذه رعدونية ركت عرفها قال لي كان عرفها يوتيوبر وقلت له ربها تغني واحد الأغنية قال لي مرحبا وقلت له رسيدة الأورغنيز وقلت له رسيدة تغني معك من اللي جيد يقلس سحدها في الطابلة قلت له صافي قربت نوتيك على تنوتيك تخدمي دابايا قلت له لا ما يخدمش معي الأورغنيز قلت له شكل غدي يخدم معك؟ قلت له يخدم معي قلت له هادا ماشي خدمة هكا الناس مكيخدونش المحالات قلت له عندك بطاقات فناخسك تكوني فنانا بالصح تكوني حافظة جميع الأغاني تكوني حافظة جميع الفنان اللي كيغني وتعرف السيل ديالهم يعني هذا محل المحل كيطلبون الناس الأغاني ماشي نسيلك تفرض عليهم الأغاني قربتهاIGHT معهم testing أنا قلت له هدئين pergi ما يريده كثيرا ماذا مع ذلك؟ أول محل هو السانفوني أول محل يمكنني أن أقوم بحاجة إلى السيد حاسم ومالكة لا أريد أن أضعي فقط فأنا أعطي هذا المحل أخر يمكنني أن أعطي هذا المحل نفس المشكل السيدة تهرب لا أستطيع العزف لا أستطيع العزف لا أستطيع العزف أنا أغنيسي أغنيسي تسمع أغنيسي تسمع أغنيسي تسمع أغنيسي تسمع أغنيسي تسمع لماذا تدري أن تكون تليفون أبقى في ذاك الفكرة سمع عرض السيدة فنانة على حكم دومين سنين الليل وخدمت مع فنانة من شهورين عادي الميلودي إكرام العبدية نعمة العبدية عمر النزاهة العديد من الناس يعني ماشي غير مغربة حتى الزنجيرية الناس الجزائر سحياتي اليوم في حال هي شمس ماتي ميدو بالحبيب يعني بزاف مسيرة طويلة يعني ماشي ماشي مثلا أنا ماشي يالله شجيت في الدومين ويالله كنعرف في الدومين يعني عندي فكرة وعندي خيبرة وبموسيقي موسيقى 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 بقاوك يخرجوا معانا هذوك الناس هذوك الناس عزيز عليهم بروفيتاش يعني كعرفوا بإن عندك الفلوس كتخرج كتخسر كتبقى توصلهم من الاشي هدف كيبقى هم سابعين الهدف ديالله أرغم أنني ما طلبس منهم يدعموا لي القناة ديالي ما طلبس منهم يطلعوا لي الانستغرام ديالي ما طلبت شي شي حاجة هذوك الناس كيف أستطيع التعامل معهم دخلوني بحالة دخلوا عباد الله كاملين نحن معدناش نحن كذا نحن في نجوع نحن هذه نحن هذه أنا أستطيع التعامل معهم ولكن من اللي عرفت الناس في الصحراء عندهم الفلوس ناس أخويا مورد أقسم بالله هي دنيا وإحساس ماذا هو ذلك لأنهم عندهم الفلوس اللي ما عندهوش الفلوس اللي ما عندهوش أخويا مورد أنا ما قديش يشري فيزا بعشرات المليون ويبغي بشي الاسبان وما غاديش وما غاديش ياخد دار هنا في المغرب مثلا أي يبغي يقلب على دار أنهو يبغي يشريها يعني ما دام أنتي بغت شري دار وبغت شري فيزا وتخوي المغرب مثلا إذا راي عندها الفلوس إذا عندها الفلوس كتصار فما بغت شري الدار هاد الشي كامل كتديرو بشري الدار أنا دابا أنا دابا مزيلا من لطلبتي هذا الموضوع أخويا مورد أنا دابا كنطلب حاجة واحدة كأنني لا أتجر معهم لأنني سببوا لي كثير من المشاكل مع الناس ومسخوش لي الصورات ثاني حاجة كنطلب كشف الحساب البانكي ديالهم يكد الناس ما عندهمش أنا كمواطن جميع المواطن اللي كتفرجوا فيهم سأنا بقت نتعاول معهم سأنا بقت نعطيهم سأنا بقت نفعلهم ولكن من اللي عرفت عندهم الفلوس أرجعت لورن الساحبت أنا كنطلب دابا بحاجة واحدة كشف الحساب البانكي ديالهم بجوش إلا كان شخاي مواطن ما عندهمش فلوس ثاني كان غير كدابا أرجعت أرجعت الفكرة لأنهم يتخاصمون مغاربة ومشي تديرون البلد؟ الفكرة كيف الشي تديرون وكيف الشي تديرونها تدرج هذه الأيام هذه القليلة هو أنا هو مو الفكرة كيف الشي أنا هو مو الفكرة أعم مني كنت تاجت للدنيا بأنها تخدم وتغني في محالة على حكم الحضرة ديالها كأنها قصرحوا عليهم إحساسوا الدنيا قصرحوا عليهم بأنهم يديرون ببليستي للشركات ومحالات بثبت الحويج قلت لهم حتى هذه فكرة قلت لهم ولكن أنتم حالية في هذه الوقتة تضايحين في التندنس يعني لا توجد شهرة لا توجد شهرة لا توجد شهرة لا توجد شهرة قلت لهم قلت لهم دجة شيء حاجة يعود يحييكم من الجديد قلت لهم قلت لهم دبزوا دبزوا مع نظار قالوا لي لا ما ندبزوا شمعه قلت لهم يوتوبر قالوا لا ما ندبزوا شمعه محنا ما قاعدين على صداع واخر قلت لهم دبزوا دنيا وإحساسي دبزوا بعضياتكم تسابوا تعيروا وخرجوا من الدار قلوا إحنا خارجين قلوا إحنا هادي قلوا هادي هادي تبعس معهم من القطة بالقطة 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 حتى وصلنا إلى 95% من هذا الفيلم كامل من اللي وصلنا إلى 95% في الخطة ديالي تبعوها واصدقات لهم رابحوا شوية بدك شهر رابحوا شوية ديالفلوس يعني مسك عليهم الله مزيان راها هي راها هي صارفت بفمها من اللي خرج أنا في فيديو والبارح غير فيديو الرد على الأخت مريم ملك اللي عايشة في ديال إسبانيا رديت على السيدة هي دنيا أنا ضد دارت فيديو مو رأي أنا من بعد لحظة الفيديو ديالي في يوتيب ديالي قلت احنا بي خير والحمد والله ما عندنا شيء خير بي خير مرتاحين اللهم مالك الحمد برزقنا بفلوسنا علشة الهضرة هذه ما كانش كتتتقال قبل ما نهضر أنا قبل ما نهضر أنا كانت في الليف وكتطلعوا وكتديروا وكتشكي وتبكي احنا ما عندناش احنا غادي نمو سبجوا احنا نخرجوا احنا مولاد دار احنا هادي ديما كتتسعة هاللي هضرت أنا من بعدها 15 دقيقة داروا لايف إحساس ودونيا بجوج دونيا دارت الليف يلو ولا سالاتو عودت باع إحساس نفس الكلمة كي يقولوا احنا اللهم مالك الحمد احنا ناخد الدامين وزيد عليها السب والشتم كي عيروني بلا ما كي يسميوني انا عارف الهضرة موجهالية يعني انا هو الماناجر انا هو الماناجر هي فما كتعصارف كتقول لنا اوسامة باجة هو احسن الماناجر في المغرب هذه بعصارفات دي الفما ما خلات في المشات معايا وما خلات بالصح كتبت خدم معايا في حويج بالزي كونت صدقات بالصح مغنية واخا قاعدنا نحن لديك الخوطة بحلقك وفي ذاك الوقيس ثاني وذاك الوقيسات خلات عندي السيدة مريم ملاكي لفي الاسبان وناديجة كنت عارف القيصة ليوسف وإلهام كنت عارف القيصة ديهم مزيد علوم القيصة المريم ملاكي قلت ليا اخوي منسى المناجر قلت ليا اياك اصحبية طالبة غير شي حاجة أحنا كتبت عاود لي في القيصة بان الناس بغير النصبوع ليا بان الناس قالوا لي يجيبنا لإسبان باننا عدنا نعطيك عشرات المليون باننا 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 وانا حارفتش كله هذا وعند ذاك القادية ديال الخيانة اللي بغا يخونه كتقول هي يا دونيا رأى إحساسك يخونني مع واحد سيدة في إسبانيا هذيك عم فكرة هذيك ما كان لخيانة لأولو السيد شغاد يخون ما عنده ما يخون السيد سيد ما يخون السيد أصلا ما يزهقش من إحداها السيد راكي يضر فمها هو ما كيدير والو هو هو غير قلز هذيك السيد بحل شمان كان حداها هيك تسيروه هيك تحركوه هيك تدير بيه بزاف ذي اللي حويش كيفاش غاد يدير يخونها ويستيدة في الإسبان ومزوجة وعند أولادها وكتبا قدير فيهم غير خير وكتبا قدير فيهم غير خير وكتبا قديرها وكتبا قديرها وخطوا بشتبا ما يبنوا بدا مغربة بأنه مرأة إحساسك يخونها لا لا هي مكتبا عند الفكرة ديال بأن هذه غير خطة هيك تقدوها على أساس بالصحة تقدر معها في التليفون ديال إحساس ومن اللي كتك تطلب من الإحساس تقول لها أعطيني النمرة ديالدونية كيقول لها واخها من بعد بلاتيها ديال غير باش يطول معها الموضوع باش يشد على واحد البروف ويعطيه الدونية وتخرجوه هي ويقول لي ما هو كيخونني يرم كيلا خيانا لا تنسى شي حاجة باش يخون هذك السيدة غير قولي يا باش بزيرو ديرهم الفلوز ديالو كلها عنده هي بتحرك ديالو كلها عنده هي السيدة ما عنده باش يخونها والسيدة بعيدة عليهم نهائيا والسيدة غير تتابعهم قضائيا بأنك تحرش بها وإحساس أوديو عندها وعندي آنانيس كيقول لها كلهم ديال تتحرش السيدة مزوجة هاد شي كامل غير تيقوا الخوطة اللي أعطيسهم أنا وزادوا هما غامروا بزاف هربوا بعيد ما مقامش أخير في ذاك الحد ديال إنهم غير يتدابزوا بعضياتهم ولا هربوا تلخيانا ولا هربوا للزواج ولا هربوا للتحرش أنا بعيد أخوي على ذاك الموضوع أنا أخوي كانت ذاك الشهر اللي كان مدروا في هذا المدارب كانت مداخل تخلوه في ليسا تخلوه في ليسا تباركلا لا ما طالبت شي شي حاجة أنا من هالي عرفسهم اليومين هذا ما طلبس منه مواله ودرهمي للأخرى ما أخسره علي أنا أخسر عليهم من الفلوس لدرجة أني أخرج جمعهم معي في الليلة لما أخسرت شي نهائي أخسر 1500 درم في الليلة عليهم غير ماكلة ودوران وهادي وببعض الزواج يعني سيدة إنفو إيرك غير تتلقى معك السلام عليكم في الجوع بغنى كل هذا الكلمة اللولة ما كانت شي حاجة أخرى من الغير السلام عليكم في الجوع من الدرجة أنني كنكون في داري لم أخدام مثلا ذلك الليل كتجي عندي في 11 جيال الليل كتجي عندي كتجي يالله نخرجه اليوم ونصهروه في ذاك الكابار اللي في حاتم ودباليكا السيدة ولفت داقت داكشي شافت داكشي ولفت وأنا ممكشلي مقاردي مصامر معها في ذاك الفيلم الكامل أنا مقا نخسر عليها لأنه شميل هدف عندي معاك وكانت صغير فلنانا ماشي مشكتة لخسرت عليها وبينتا أننا نستافد منها أنا ما نستافد منها ولا وأنا لحد الآن ما عمر ما طلبت منها أنها تدعمني ولا تعطيني ولا طلبت منها ما طلبت منها أنتشح لأنك أطلب منها حاجة وحدة غير أنا متقجج بدني وما تعيرنيش وما تقولش لعباد الله ذكره مانات جردي يعلي السبب الخلاف ديك نتويها شنا ربا؟ لحد الآن لهادة الساعة هادي أنا اللي مدابز معاهم هو ما مدابزينش معايا السبب هو أن دوك الناس سمعت لهم هدرا خيبة سمعت لهم أنك ينصبوا على الناس وصلوني تسيصالات بأن الدول فلوس عباد الله بأنك يوعدون الناس وعود كاذبة بأنك تقول لك أخويا مورا نفعل لك القناة ديالك ونطلع لك الأنستجرام ديالك من اللي تقول أوكي وكتتطبق معها في الثامن كتلعطيها الفلوس كتقالش جوبك كتقلب عليك وجهها صافي ما عود الراس موت دليلي هو عندي أوديوات عندي أوديو نقدر نسمعك شي أوديو لكن عندي أوديوات خلية ما قدرش نسمعهم هو أخا هو الأول مرحبا ها هو أديو هنا يا ديال السيدة مريم ملاكي ها هي العشف ديال إسبانيا ها هو كسادر ها هو أخويا مورا سلام أخويا أسامة كتير لبيتنا في الخير هاني كنت تعاود كل شي مزيان أخويا رقم ديالك أعطاه لي واحد السيد قال لي رقم نجار ديال الدنيا وإحسان وإحساس أخويا لا يسترع ديك عافتي داروا فيا داروا فيا العجب في الأول أخويا فاهمت يا رقمت أعرفهم فاهمت أعرف كل شي عليهم لأن انترم نجار ديالهم لا يسترع ديك ولهم يفوتوني ديك اللعبة الحقيرة لكن أولا قد لعبي عن المغربة صافي أنا ما بدش لعبها معهم يعطني التسر ما بغيتش يلعب معهم يا عباد الله ما بغيتش وش أنا قدي ولدتي عندي اسمة الشركة ديالي منذب ديالي عندي كم منحول حوجة عندي فحياتي وش مسالي اللي هو أنا لا أتبرهيش رب وش مسالي اللي أخويا أتبرهيش أنا مزوجة فيك ولي يعطني ال التسر أغن نصل لهم النيابة العامة أغن نصل لهم القربالة أغن نصل لكاس بطلية وأوليwyd كاس بطلية والتعديد والفضيحة أنا راجلي فرصوا كل شي ما عندهم يزدوني ولا بغاوني نعطيهم عشرات المليون على حسب ديال بطلاق وانا شغالي يدبر راسهم ما ويري واش انا عندي لسكيد لحفور ضعبة واندي مسؤوليات وعندي أخوتي وعندي عائلتي كنوكلها مش هي عندي شركة صافيزة ما كنلوحلي فلوس مشترجم ولا ارا قوليهم اعطيهم ايش بردي انتقار ارا غاكتبت شيكاية وذيك شي كاي غانصفتها الوكيل مليك غانصفتها المحامي ديالي في المغرب وغادي ديال وكيل مليك وغادي تصور وذك شي وذك تشهير كيش هروبيا وذك الاوديوية توري تصوري هذوك مش تصوري ماشي تصوري هذوك تيزو وطيوري للناس تقولوا ما هي حقا عينا هي هذو تصور مش ديالي الفيديوهات ديالي ارا ديالي تيك توك وقوليهم احطيهم ايش بردي هذو تصوري هذو بجوش قولوا ما احطيت شو برديات تيقار ارا هذرت معها دونيا هذرت معها هذرت معها احسنية بعدوا مني بعدوا مني بعدوا مني بعدوا مني بغاية تدبو على الناس بغيروا شوية يدورها بعيدة عليها هذو غير اوديو واحد ديال هذ سيدة هذي وماسل عندي اوديوات اخرى اللي ما قدرش نصربهم وانا غير ورئيسكم غير شوية وصافي هذب هذ سيدة هذي هذي يقول انسو الماناتجردي لهم. انا مش ماناتجردي الماناتجردي هو انه انشد هذي سيدة معوه هذ سبب الخيصام هو انتقبلت فكرة أنا ما أعجبنيش لحال أن الناس يعيطوا ليوا يقولي ذوك الناس راهم الدو راهم الدو الصمع دي لهم كطيح سأنا الصمع دي لي كطيح أنا أسمح لي المقر ما أختارتيش مثلا أنك نسحب في صمت بدل أنك تخرج بإعلامة بحرامة لأنني كن نسحب في صمت هذوك الناس يبقوا زايدين فيه بزاف أي وصلوا لشي حاجة بعيدة أنا من هذك الببلع شلال اللي تلاقي سمعهم والطعام ودخلتهم الضاري وشلالك سمعهم لأنني حس بهم ذوك الناس راهم сравق بالصح". رأغير قبح الله والفقر ذوك الناس بغين يديروا الدار دي لهم الحلم دي لهم هو أنهم يكد الخدموا على راسهم بغي يصبحوا بتقبِدهم.ى أ Worlds hele imi وكذبوا خراءة والguelث يكدبوا już وكذبوا هنا متافق معهم ولكingly كيف نصلوا الحسين طرقوة Lord nan lambol باء resentment سيدة الللي اللي في الإس Park هيا بما سيدة jetzt رائمت ذات La cibe أعطي خمسة لف درهم لأحد السيدة فليس بان تشدك السيدة الفلوس وعاد نحن ندرولك في بلاي سيتيم وطلعوا لك القناة ديالك ما بغاش يحطو عليهم شي بروف هما محطاش هنا عقص بيهم رجعت اللور هي السيدة دي اللي عصبها اللي مردها هو إحساس كن كسبتليها تصاور غيالو خيبين ما يمكن شوفهم كينا واحد السيدة تاهية بانتسلا تاهية عوثاني تاهية نفس المشكل قلت ليهم ندخلات عندهم الانستغرام هدراس معاهم أعطاوها النمرة ديالهم بروفيسيونال ديالهم باش يحضروا معاها هدراس معاها دونيا قلت لان طلع لك القناة وندين لك ونفعل لك وكذا ب الف وخمسمية درهم السيدة كتعطي الفلوس كتعطي الفلوس ديالها تخبيع على رجلها تخبيع على رجلها غير باش ميوقعش لها مشكل هي دونيا استغلت ديال الموقف ديال انها كتتأخذ الفلوس من عند السيدة تخبيع على رجلها نكراتها مبقاش بغا تجاوبها قاع بدلات النمرة هي قاع النمرة كانت تعطيها بدلاتها مبقاش مخلية ديال النمرة نهائية السيدة دابه مقعت عارفة شنو تدير خافت لتخرج للإعلام تهدر أتخرج على رجلها وليداتها ثم بلع سيرافات ديال السيدة اللي كان هدرا معاها دعم كتقول لي يا أخويا واسمانا قاددا ندير أي حاجة ولكن الرجل مفرصوش الفيلم من اللول قادت لي انا بغد ندير قناة غير باش نتعاول مع رجلي ونصرف على راسي ونصرف على وليداتي هو شوية وانا شوية قادت لي تهدنا ستحطمونا دمروني في حياتي الكلمة الأخيرة الكلمة الأخيرة اللي غادي نقول لك أخويا موراد أخويا موراد غادي نقول لي هم الله يهديكم وراكم خوتي وعزاز عليا وتخدموا الله يسهل عليكم احنا ببناتنا حتى شي مشكل انا ولو عيتوني ولا سبيتوني في اللايفة ديالكم ولا هدي انا ما عنديش مشكل قاعدة انا كنحسبكم خوتي الصغار رغماني ندخلتكم من داري ووكلتكم طعامي انا ما عندي حتى شي مشكل قاعدة نهائيا معاكم إلا كنتوا ما عندكم مشكل معايا هذا الشيك يبقى شغلكم حاجة واحدة اللي كان طلب منهم هما هالدنيا وإحساس هو أنهم يخدموا على رأسهم يديروا عقلهم والحاجة الثانية اللي كان طلب هو كشف الحساب البنكي كنحكر عليها وكندري عليها استرب السلوح مر الكشف الحساب البنكي ديال الدنيا وإحساس مواطن كجميع المواطنين يمتبع على اليوتيوبر هادو ويتنعرف الكشف الحساب البنكي ديالهم همايا هاتشيليك انا أخويا موراد وشكرا